السلام عليكم يا اهلا متتبعين اليوم ان شاء الله غنحضر معكم الكفتة ولا اللحم المفروم غنحضرها ان شاء الله بدون ماكيناء غير بالطحانة ديال طماطيم يعني بالطحانة ديال مضيشة كذلك هنحضر معكم بطريقة سهلة وسريعة وهكما غيبقى لكم حتى شي عضر لي غيخليكم ما تحضروش الكفتة ولا اللحم المفروم في العيد يعني وخا ما تكونش عندكم الماكيناء يمكن لكم تحضروه غير بالطحانة ديال طماطيم المهم يا يحبا إيمن طوش عليكم مزاف قبل ما نضعوا الوصفة دينا ما تبخلوش عليها بلا لايك ديلكم باش دائما بقام بحاتكم على الوصفات الجديدة والمميزة وكذلك لك توقع تزوروا القناة ديالي الأول مرة مرحبا بكم في مطبخ وصفاتي اشتركوا في القناة وفعلوا جراسة تنبيهات باش توصلوا دائما بكل جديدي وكما تعودنا دائما قبل ما مضعوا الوصفة منصوص صلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأنا بخليكم على المقادر وكفيات تحضير بسم الله على بركة الله كما لاحظتم عينيه وإن شاء الله غنحضر معكم الكفتة واللحم المفروم المهم هنا عندي واحد الكمية ديال اللحم يعني تقريبا كواحد لكيلو ونص والكمية كتبقى على حسب الضوء ديالكم يعني كل واحد كي يدار الكمية اللي غا يستهلك يعني كيحضر الكمية اللي غا يستهلك هنا بالنسبة لهم ديالكم اللي بان لكم في هاك هالضريبات الحامرين يعني كيكونوا ديال الطابع حيدوهم يعني انا فقط كان نوري للناس اللي ما عارفينش والحيمة ديالنا يعني كان قطعو بحالي شكل هدايا كما راح حدثوا معي بالنسبة للحم عندناها كياللحم وكذلك فيه شوية ديال الشحم المهم بالنسبة للحم يمكن لكم ديروا لحم ديال البقري ولا ديال غنمي اللي مطوفة كديروها غير هي حولوها كيما ديروش دكجلافات يعني اللي كيكونوا قاسحين شوية لطحين كي نديرو كي غير هبيرات وكيكون فيهم الشحم بحالي شكل هدايا كما يمكن لكم تزيدو تديرو الشحم غير هي الشحم خاصة تكون هاكي شاطة راسا مش هيدا كالنوع اللي كيكو حتى هو في العروق ولا كيكون هاكي يعني ما كي يبغي شي التطحان المهم اهني بالنسبة للحم ديالنا كنحولو هاكي نقطعوه مرقاق باش هاكي مني ينجو نطحنوهم في الماكينة يطحنوا معنا بحالي شكل هدايا لا بالنسبة للحيمات ولا بالنسبة لدك طريفات ديالشحام يعني حتى هو ما كان قطعوه مرقاق بحالي شكل هدايا المهم فات المرحلة هادي غا نحتاجوا لها الطحانة ولا المطحنة ديالطماطيم ولا ديالماطيشة يعني اغلب يم توفرة في جميع البيوت المهم بالنسبة لها الطحانة هادي غا نستخدمو دك الشفرة اللي كتكون كبيرة يعني اللي كيكونو عندها التقوب ديالة كبار كما كاتلاحظوا معي هنا ايا بالنسبة لقياسات كيكونو منصغر لكبيرة احنا اغنستخدمو اكبر واحد يعني اللي كيكونو عندو التقوب ديالة كبار بحالي شكل هدايا هو كنجيبوه كي واحد زليفة اللي كنوضعو فيها الطحانة ديالنا باشا كيمني كنطحنو الكفتة كتهبطنا فيها وده ما ان شاء الله غا نضعو بالطحين كنليرو كاوحد الكمية ديال اللحم كما اذكرت لكم في الاول كنقطعوها صغيرة باشا كيا كتهبطنا اه يعني تحت الشفراء ديال الماكينة كما كتلاحظو يعني في حالة كايلة كانو الطرفين كبار يعني ما غايب وغايوش يهبطو تحت الماكينة لانها ماكينة صغيرة ديالة ديالة الطماطم المهم يا يا حبائيو كنبدو نطحنو بحالة شكل فهد المرحلة هادي مني كتهبط لكم اللحم تحت الشفراء ديالة الطحانة كتقلبو يعني كتدورو في تجاه المعاكيس وانتم كتطحنو بحالة شكل هدايا فطريقة عراسة هلو سريعة وما شاء الله كي ما كتلاحظو معاي فاللحم ديالنا ولا الكفتة كتابات مطحونة بحالة شكل هدايا ما عليكم الا الطبق الوصفة كما هي كما اذكرت لكم حاولوها كيالحيمة اتقطعوهم ارقاق يعني ما يكونوش كبار بزاف باش يهبطو لكم تحت الشفراء ديالة ديالة الطحانة وبالنسبة للحام اللي كنستخدمو يعني ما كنستخدموش هكيا للحام اللي كتكون فيها العلق بزاف ولا غير ذاكي جلافة يعني كنديروها كيالهبيرات وكذلك كما اذكرت لكم بالنسبة للشحيم كتكون كياش هدا راسا كذلك بالنسبة لهذا الماكينة اللي غستخدمو يعني ما خصتاش كنها كيا ماكينة اللي قديمة لاني لكانت كيا ماكينة قديمة عندكم بزاف وهي في البيت هاد الشفراء ديالة اللي كتطحنو بها يعني الموس ديالة كيكون حفاشي شوية لهذا من الافضل تكون كيا ماكينة يعني ما زالا نقية باشا كيا تطحلكم لحم ديالكم يعني ما كتكونش الموس ديالة حافي وهكا يا احبائي يمكن لكم تحضروها كالكفتة ولا اللحن مفروم يعني الوليداتكم بطريقة سهلة وسريعة يعني وخا ما تكونش عندكم طحنة ولا الماكينة ديالة الكفتة يمكن لكم تحضروها هني كنوريكم يعني كيفاش اللحم طحنت لدرجات قلبة الماكينة وبتدك الطريفة ديالة ديالة لحمها في الطبصيل ولا في الصح اللي كان طحن فيه المهم يا احبائي انا غنستمر بنفس الطريقة وفي الاخير كتبقى مجرد فكرة احبت نشاركها معاكم كما كان عارفو يعني لزاف ديالة النس ما كيتوفروشها كي على الماكينات ولا على الطحانة ديالة الكفتة وهك كما فيها بس يعني يكونوا كينين طرق مختلفين يعني نحضرو بيما كي اشياء لوليداتنا يعني دائما قصوا يكون الباديل يعني الخدمة كاملة يعني كنظنان الخدمة ديالة الاواني ديالة المطبخ كاملة خصى ضروري يكون عند الباديل لان بعض المراسة كي يكن طرر نحضرو كي وصفات يعني اللي كيكونوا مختلفين وفي نفس الوقت يعني ما كيكونوش عندنا نفس اواني اللي كيكونوا خاصين بذيك الوصفات لهذا ما فيها بس الانسان دائما يلقى الباديل ويحضر بها كي وصفات اللي مختلفين كما اذكرت لكم المهم يا حبائي هنا يا كي ما كتلاحظوا معي فالكفتة ديالنا يعني كالتطحان بكل سهولة حتى ذاك الطريفات اللي كيبقوا الفوق حتى هوا ما كيتطحنوا يعني كيكون فيها كغير شوية ديالعريقات ولا كي شوية ديالجلافط ما كيبغوشوها بطوم الماكينة هنا يعني كنشارك معكم جميع التفاصيل باش هكي لا حضرتوا الوصفة ان شاء الله تنجح معكم التجربة اللولة يعني ذاك الطريفات اللي كيبقوا الفوق حتى هوا ما مطحونين هنا بعد ما كملت الكمية اللي عندي الكاملة بالنسبة للماكينة من هي تكونوا كتطحنوا بها يعني من هي كتتمصص لكم كيازلافة يعني كتبدأ كياللحم تقصف في الطحانة اما كتحيدوها ولا كتديرو زليفة اخرى باشا كياللحم كتهبطة هنا كنوريكم اللحم ديالنا ولا الكفتة كيما كتلاحظوا معي كتجي مطحونة يعني هكي بحل كتباع ولا افضل لان كيما كان عارفو بالنسبة للكفتة اللي كنشروها يعني كيطحنوها جوج مرات يعني هدي كتجي لينة يعني مطحون المزيانة المهم بالنسبة لذلك الطريفات اللي كيبقى وكيما اذكرت لكم كيكونها كيفية مشوية ديال العريقات كنحاولوها كي نقطعوهم بالسكين وكنشركوهم مع ذاك الكفتة اللي طحناها وهذا هو اللحم المفروم ديالنا ولا الكفتة كيما كتلاحظو معي فهذا المرحلة هدي يمكن لكم طيبها واللد يعني كل واحد كي طيبة كما حاب هنا يا غنشارك معكم ان شاء الله طريقة ديال شوى اللي سهلة وسريعة كيما لاحظو معي دفت الباصل والقصبر والبقدونس وكذلك التوابيل اللي هم الفلف والاسواد الحر كيبقى على حسب الدوق والكامون والبابريكا والاتحمراء وكذلك وحد ملعقة صغيرة ديالك صبر حبوب يابس والملح بطبيعة الحال كتبقى على حسب الدوق المهم بالنسبة لكمية ديال التوابيل فهي كتبقى على حسب الكمية ديال لحم شحال درتو كما اذكرت لكم في الول فانا درت كيلو ونص يعني شارك سمعكم المقادر ديال كيلو ونص وانتمما يعني كل واحد كي دير التوابيل على حسب الكمية اللي عندو المهم هي كندمجوا المكونات دينا بشكل جيد فالمرحلة هادي من كلكم تخليوا اللحم ديلكم يعني تقريبا انا كواحد ثلاثين دقيقة باش يتشرب المكونات يعني من ثلاثين دقيقة احتى الساعة لان الكفتة دينا كنديرو فيها الباصل ما كنخليواش مدة طويلة يعني ماكسيمو كنخليوها ثلاثة ديال سوية كما كنعرفو بالنسبة للباصل الى خليناها كمدة طويلة يعني اللحم كيف قد الطيبة دياله في حالة كيلا بغيتو تبيتو الكفتة ديالكم ليلة كاملة ما تدرول ولاش الباصل هنا انا خليتها ترتاح غير شوية وغندو ان شاء الله باش نطيبة عندي هنا يا اعواض خشبية ولا اعواض ديالشيواء لاناني غان طيبة في الميقلات كان عبرو يعني الميقلات بحالة هاشكال يعني كما لاحظتو معي وعاد كان بدوها كيا انقضو في في القطبان ديالنا هنا كان اعتذر منكم لاناني كحسب الكاميرا كتصور وانا كان صورها كيا غير واحد جزء صغير المهم كان حاولوها كيا القضيبات ديالنا كان نصرحوهم ومن بعد كان ضغطو عليهم اكيا بالاصابيع ديالنا نحبي حال buena وان شاء الله غانضو باش نطيبو لان اللحم اللي استخدمتكان مافيش واحد الكيمية كتير ديال الدهون كنحد вокруг�려 واحد شوية ديالشحم يعني ديالشحم وكانخلي واحد لاHiKdoB وكن �ischمرو هادا طريفت ديالكوفتا فيها في حالتنا اللحم اللي استخدمتو يعني ان طوم فيها الشحم بالاماني تديرو هادا الشحم لان لاحم البقار انا استخدمت لحم البقار كتكون كيف واحد كمية قليلة يعني الهابر ام كتكونش فيها الكمية ديال الدهون كا اديروا واحد شوية دي الشعم يعنى listen and off of milk fought of Erfahrung وكنت تحمل وأخراج زمالتك هاد طرفها دية الكفتة فيها في حالات كايHAM كانت لي إستخدم تومى يعني انتم في ها الشحم مفيد لم أتديروا هاد هاد الشحم لان لحم البقار انا استخدمت لحم البقار كاتكون كايهم كابت واحد كمية قليلة يعني الheeضران ما كاتكونش فيها كمية دية الدهن وكنستمروها كيف الضغطاخ novere開یالطرف ادين ناحتي كيددهبوا اللي كيتحمروا. كم يمكن لكم هاكي توهم على الجمرة يعني على الفاخر يعني كيبقى على حساب الدوق ديكم. انا فقط اكي ابغيت نسهل عليكم شي شوية. وهذا يكون شكل نهائي ديال الكفتة اللي حضرت معكم اليوم ولا اللحم المافروم. المهم بالنسبة لطريقة ديال التقديم يا احبائي كتبقى على حساب الدوق ديالكم. انا فقط وبغيت نشارك معكم كيان مراحل ديال الطياب وكذلك ديال التقديم. وهذا يكون نشارك نهائي ديال هذا وان شاء الله غنحل معكم كي ما كتلاحظوا معي فالكفتة ديالنا كتجيه شيشة كتجيه طايبة من الداخل بحالة شكل هدايا. الى عجبتكم الوصفة كما العادة ما تبخلوش على لايك ديالكم. تلقى ان شاء الله في فيديو اخر وصفة تانية مع سلامة.